قصة حب وتضحية وخوف وراء ابتكار قلادة عقدة الحب الجزائرية فماذا تعرفون عنها؟ لا تزال هذه القلادة متوارثة بين السيدات الجزائريات حتى يومنا هذا بل وازدادت شهرتها عندما ارتدتها إيفا جرين في فيلم جيمس بوند وترمز القلادة إلى الحب والوفاء الأبدي وتعود قصتها إلى قرون مضط حين كانت مناطق الجزائر الساحلية تعتمد بشكل شبه كامل على الملاحة كان النجاح والثراء والحياة الكريمة مقرونا ومرهونا بركوب البحر وسط الخوف من المجهول الذي ينتظرهم بين الأمواج كان البحار الجزائريون قبل تركهم لليابسة يصنعون من الحبال قلائد لزوجاتهم وحبيباتهم لتشهد على الحب والوفاء لهن مؤلفة من عقدة كبيرة عبر ربط ثلاث حبال وكلما كانت العقدة محكمة أكثر كلما كان الحب الذي تمثله أكبر وبعدما أصبحت عقدة الحب إرثاً وطنياً تتفاخر بها زوجات البحارة قرر الصاغة صنعها من الفضة والذهب لتكون بالشكل الذي نعرفه اليوم